ارتفعت إلى أربعة وأربعين حصيلة قتل العواصف والفيضانات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية منذ يوم السبت والتي أدت إلى طرابات في حركة النقل الجوي والبرية وقد تقطعت السبل بملايين الأمريكيين في المطارات بعد إلغاء أكثر من ألفين ومائة رحلة شهدت ولاية الشيكاغو أقوى العواصف حيث هطلت كميات كبيرة من الأمطار الجليدية مع هبوب رياح عاتية توقعت الأرصاد الجوية مزيدا من الرياح الشديدة قد تصل سرغتها إلى ثمانين كيلومترا في الساعة محذرة من أن هذه العواصف قادرة على اقتلاع الأشجار وقطع الأسناك الكهربائية وثراكم التلوجي والجليد هذا وتم الإعلان عن حالة الطوارئ في عدد من الولايات الأمريكية